السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الناس اللي متابعة كاس العالم غالبا عارفة ان قطر انشأت 8 ملاعب مخصوص علشان يستضيفوا مباريات البطولة وهم استاد البيت والاستضاف المباريات الفستحية واستاد لوسيل وملعب المدينة التعليمية وملعب الجنوب وملعب احمد بن علي وملعب السمامة وملعب خليفة الدولي واخيرا استاد 974 والملعب دي تم انشأها على مدار عدة سنوات وتصرف عليها مليارات الدولارات لكن الغريب بقى لما تسمع ان بعد ما بطولة كاس العالم هتنتهي قطر هتفكك معظم الملاعب دي وهتتشل من مكانها تماما فيترى ليه قطر هتعمل كده وازي اصلا الملاعب دي هتتفكك ومواد البناء بتاعتها بعد ما تتفكك هتروح فين اهلا بيكم انا عمر عبدين بس قبل ما نبدأ لو لسه جديد في القناة ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل الجرس علشان توصلك فيديوهاتنا اول باول لما تم اختيار قطر في عام 2010 من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم بانها هتستضيف البطولة سنة 2022 وقتها قطر ما كانش فيها غير استاد واحد بس وهو استاد خليفة دولي الموجود في الدوحة من سنة 1976 وعلشان كده كان مطلوب منهم انهم يبنوا مجموعة جديدة من الملاعب يقام فيها المباريات وبالفعل قدرت قطر على مدار كام سنة دول انها تبني سبع ملاعب جداد ويطوروا كمان استاد خليفة دولي ويوسعوه بس قبل ما يبنوا الملاعب دي ويتوروها كان فيه مشكلة مقابله المشكلة ان قطر مسيحتها صغيرة جدا مساحة قطر اول عن اخر 11.570 كم مربع وبيسكن في المساحة دي حوالي 3 مليون انسان وعلشان كده مش منطقي يبقى عندهم 8 ملاعب ضخمة هيخدموا حدث هيستمر لمدة 28 يوم وبعد كده هيتم هجر الملاعب دي لان اصلا ما فيش عدد كافي من الناس محتاج الملاعب دي كلها وخصوصا ان الدول اللي استضافت كاس العالم قبل كده او الولمبيات وانشأت ملاعب مخصوصة للبطولات تجربها ما كانتش احسن حاجة يعني عندك البرازيل مثلا لما استضافت كاس العالم في 2014 صرفت مبلغ مهولة علشان تعمل الملاعب اللي هيتعمل فيها المباريات وبالرغم من انها البرازيل الا ان الملاعب دي بعد كده تم هجرها وما استفادوش منها بحاجة زي ملعب ستاديو ناسيونال واللي تم انشاؤه في العاصمة برازيليا وكان بيتسع لأكتر من 72 ألف متفرج وصرفوا عليه أكتر من 570 مليار جن سترليني وكان بيتم تصنيفه وقتها انه تاني أغلى ملعب كرة قدم في التاريخ الملعب ده حاليا بيلعب فيه فرق الهواه وبيدخلوا عدد قليل جدا من المشجعين ونفس الموضوع حصل مع اليونان لما استضافوا دورة الألعاب الأولمبياء في 2004 الملعب اللي اتبنت وقتها دلوقتي مهجورة تماما لدرجة ان الحشائش والنباتات بقت خارجة من وسط المدرجات وعلشان كده المسؤولين عن بناء الملعب في قطر لجأوا لفكرة مبتكرة هتتطبق للمرة الأولى وهم انهم يبنوا ملعب قابلة للتفكيك الملعب في قطر اتبنت بنظام الأبناء المستدامة كل حاجة في الملعب ينفع تتفكك من مكانها من غير ما تتلف والكلام ده بينطبق على الأسقف والجدران والكراسي بل وحتى أنظمة التبريد والتكيف اللي استخدموا فيها ألواح الطاقة الشمسية كلها حاجات ينفع تتفكك وعلشان كده الحكومة القطرية قررت انها هتفكك حوالي 170 ألف مقعد من مدرجات الملعب الثمانية وهيتم منحوهم كهدايا لبعض الدول النامية ومن المتوقع انه هيتم إنشاء حوالي 22 ملعب بالمقاعد دي وخلينا بقى ناخد نفذة سريعة كده عن كل ملعب من الملعب التمانية وإيه التغيرات اللي هتحصل في كل واحد فيهم أول ملعب وأغرب ملعب فيهم هو ملعب 974 الملعب ده يعتبر من أغرب الملعب اللي تم بنائها في العصر الحديث ويعتبر بصمة مميزة جدا في مجال الأبنية المستدامة الملعب بالكامل مبني من حويات الشحن اللي هي الكونتينر زي يعني اللي تقمي موجودة على السفن والملعب ده اتبنى من خلال تجميع 974 كونتينر جنب بعض بطريقة هندسية منظمة وهو بالمناسبة السبب في الاسم الغريب بتاع الملعب 974 ده هم أعداد الكونتينرز اللي تم استخدامهم وورد برضو الموضوع ما يكونش مجرد صدفة لأن الكود الدولي بتاع الاتصال بتاع قطر هو برضو 974 فهم غالبا اختاروا دي عشان تمشي مع دي الملعب ده موجود في منطقة راس أبو عبود بجوار ميناء الدوحة وبعد ما يتم تفكيك الحويات هيتم استخدامها مرة تانية في التجارة والملاحة البحرية عادي جدا والسقف والعورد المعدنية اللي موجودة في جانب الملعب هيتم تشغيلها في مشاريع بنائية تانية جوة قطر نفسها وأما مكان الاستاد هيتحول لموقع تجاري أما بقى ملعب لوسيل واللي يعتبر أكبر ملعب ضمن الملعب التمانية وده لأنه بيتسع لأكتر من 80 ألف متفرج واللي هيشهد مباراة نهائي كأس العالم إن شاء الله فده هيتم إزالة المقعب بتاعته وهيتم تحويل الطبقات العليا من المبنى لوحدات سكنية والأجزاء السفلية هتتحول لمرافق التخدم على مدينة لوسيل كلها والمرافق دي هتبقى طبعا محلات تجارية مقاهي مدارس عيادات كلام من ده وأما بقى له هيكل الخارجي بتاع الاستاد فده هيحفظه عليه زي ما هو ومش هيعمله اليزالة علشان يعني يفضل ذكرى للمونديال ويبقى بالنسبة لهم دليل على النجاح في احتضان أكبر محافل كرة القدم وده بدوره هيعزة ثقة الأجيال الصغيرة في نفسهم وفي بلدهم أما بقى استاد البيت واللي تعاملت فيه المباراة الافتتاحية فالاستاد دي يعتبر تاني أكبر ملعب في المجموعة بيتسعى لحوالي 68 ألف متفرج بيتميز ببنائه اللي على شكل خيمة كبيرة مغطية الملعب بالكامل واسمه والهيئة بتاعته مستوحى من بيت الشعر أو الخيمة اللي كان بيسكنها أهل البيتية في قطر ومنطقة الخليج على مر التاريخ وبعد انتهاء البطولة هيتم تقليص عدد مقاعد الاستاد لحوالي 32 ألف مقعد والجزء العلوي منه هيتم تحويله لفندق خمس نجوم ومركز تسوق ومستشفى للطب الرياضي الملعب الرابع بقى هو ملعب السمامة والمميز في الملعب ده هو أن اللي صممه مهندس معمالي قطري وهو إبراهيم الجيدة والتصميم مستوحى من غطاء الرقص أو الجحفية واللي تعتبر زي تقليدي لقطر وعدد تاني من دول الوطن العالمي وبعد انتهاء البطولة هيتم إنشاء فرع من مستشفى متخصصة في طب العظام والطب الرياضي داخل الملعب وهيتم بناء فندق صغير في مكان المدرجات العلوية وهيقلله عدد المقاعد في الاستاد من 44 ألف مقعد ل20 ألف مقعد أما بقى استاد المدينة التعليمية واللي مبني على شكل ماسة والوجهة بتاعته على شكل مسلسات وأشكال هندسية متدخلة فهو مبني وسط مجموعة من الجامعات في مركز قطر العالمي للتميز وعلشان كده الحكومة هتهديه للفرق الرياضية الجامعية بعد انتهاء مباراة كاس العالم وهيبقى مركز دائم لمنتخب قطر الوطني للسيدات وهيقلله عدد المقاعد بتاعته من 44 ألف مقعد ل20 ألف مقعد أما بقى استاد الكنوب واللي اعتبر أول ملعب تم بنائه من الملعب الجديدة فهو من تصميم النعمارية العراقية المشهورة زها حديد والملعب على شكل قوقعة والإطار بتاعه مستوحى من أشريعة المراكب التقليدية وده نظرا لأن الملعب تم بنائه في مدينة الوكرة واللي السكان بتوعها ليهم تاريخ طويل في الصيد والبحث عن اللقالق وأكتر حاجة بتميزة الاستاد أنه مكيف بالكامل بالرغم من أن سطح الملعب مفتوح والموضوع معتمد على فكرة أن الهوى السخن بيكون أخف من الهوى البارد فبالتالي هو اللي بيخرج من الاستاد والهوى البارد بيفضل جوه الاستاد وده اللي بيميز استاد الجنوب جدا لأن ظروف اللعب فيه بتكون مثالية بغض النظر عن درجة الحرارة برى الاستاد والمكيفات بتاعت الملعب كلها قابلة للتفكيك ومن المتوقع أنه يتم منها لها بعد كده وأن قطر تديها للدول اللي هتصطدي في كاس العالم سنة 2026 واللي هم أمريكا وكندا والمكسيك وبرضو هيتم تأديل القدرة الاستعابية للأستاد من 44 ألف ل20 ألف مقعد وهيتم تحويله لمركز دائم لنادي الوكرة الرياضي وأما بقى ملعب أحمد بن علي فالملعب موجود في منطقة أم الأفاعي في الريان غرب الدوحة وتصميم الاستاد بيعكس الثقافة والتقاليد المحلية لسكان المنطقة وده لأن وجهته الخارجية تشبه تموجات الكسبان الرملية وبعد انتهاء بطولة كاس العالم الاستاد هيبقى مقرر لنادي الريان القطري وهيتم خفض عدد المقاعد في ملعب من 45 ألف ل20 ألف مقعد وطبعا كل المقاعد اللي تم تخفضها في كل الاستاد دي هيتم التبرع بيها زي ما قلنا في أول الحلقة نيجي بالأستاد الأخير وهو استاد خليفة الدولي واللي موجود في الدوحة الاستاد ده هو الاستاد الوحيد اللي قطر هتسيبه زي ما هو مش هيقلله عدد المقاعد بتاعته ولا هيفككه أي حاجة منه وده لان الاستاد ده بيعتبر بالنسبة للقطريين إرث ثقافي واجتماعي عريق وده لانه استضاف قائمة طويلة من الفعاليات الرياضية التاريخية من أول إطلاقه سنة 1976 بس كده خلصنا من مولد